موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهدين في جولة الصحافة موسيقى اهتمت الصحف الصادرة اليوم باتفاق مرتقب بين دمشق والإدارة الذاتية في مناطق الشمال السوري حيث قالت صحيفة العرب اللندنية أن نائب وزير الخارجي السوري فيصل المقداد أعرب الأربياء عن تفاؤله حيال الحوار مع القوات الكردية التي تريد إبرام اتفاق مع دمشق مشيرا إلى حدوث تقدم في المحادثات التي توسطت فيها روسيا وتخشى قوات سور الديمقراطية من أن يغرئ الفراغ الأمريكي تركيا للقيام بعملية عسكرية تستهدفها شرق الفرات الأمر الذي عجل في فتحها قنوات تواصل مع دمشق والتصريحات التي أدلى بها المقداد للصحفيين هي الأولى بشأن المحادثات مع الأكراد الذين يطالبون دمشق بنشر قوات على الحدود مع تركيا وردا على سؤال حول تقدم المحادثات قال المقداد إن من الضروري دوما الحفاظ على التفاؤل مضيفا التجارب السابقة مع الجماعات الكردية لم تكن مشجعة ولكن الآن أصبحت الأمور في خواتيمها ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يسحب البصات من أنقرة التي تهدد باجتياح شرق الفرات فيما أن الهدف الأبعد هو احتلال شمال شرق سوريا أو على الأقل تركيز جماعات موالية لها في ذلك الشطر وهذا الأمر محل رفض من دمشق وحليفتها موسكو فضلا عن الأكراد وتحت عنوان خريطة طريق كردية للتفاوض مع دمشق برعاة روسية قالت صحيفة الشرق الأوسط في 24 ديسمبر كانون أول نهاية العام الماضي أقلعت طائرة من مطار القامشلي متجيات إلى القاعدة الروسية في سوريا حميميم كان على متنها وفد كردي من الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا أكملت وجهتها إلى موسكو ترأس الوفد بدران جيا كرد كبير مستشاري الإدارة الكردية وعقد لقاءات مع كبار مسؤولي الخارجي الروسية ولدى عودته إلى القامشلي قال جيا كرد للشرق الأوسط إن اللقاء تم بناء على طالبنا طرحنا لهم خريطة طريق الاستئناف الحوار مع دمشق مجددا وتقوم خريطة الطريق المكتوبة من قبل الأكراد وسلمت للروس واطلعت الشرق الأوسط على نسخة منها على أربع نقاط تتضمن حماية القوات النظامية للحدود الشمالية من تركيا أو عفوا مع تركيا وضمان التوزيع العادل للموارد والثروات الباطنية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإقرارها في الدستور وفي حال تم الاتفاق سيعمل الطرفان على دمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في منظومة الجيش النظامي وإيجاد صيغة مناسبة لدمج هياكل الحكم الذاتي شمال شرق سوريا وضمانها في الدستور إذ يتمسك الأكراد بحسب الخريطة المقترحة على أن يكون النظام الحكم لا مركزيا وفي سياق آخر اعتبرت صحيفة العرب الجديد أن هجوم النصرة والصمت التركي الروسي تدل ملامح صفقة غير مؤكدة وتقول الصحيفة لم يعد ممكن أن فك الغاز ما يحيط بحرب جبهة النصرة على ما بقي من فصائل المعارضة السورية المسلحة من أرياف حلب إلى إدلب وريف حماء والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة باتجاه فرض هيئة تحرير الشام النصرة سابقا كامل سيطرتها هناك من دون فهم سر الموقف التركي أو بالأحرى اللاموقف المعبر عنه بالصمت وكأن شيئا لم يحصل ومع أن الفصائل التي تتعرض للسحق حاليا من قبل هيئة تحرير الشام ليست سوى حليفة لتركيا وهي تسير نحو الاختفاء عمليا على غرار ما حصل مع فصيل نور الدين زينكي في الأمس القريب وما بدأ يحصل مع أحرار الشام اليوم انطلاقا من حل نفسها في سهل الغاب أمس الأربعاء وأمام هذا الصمت اللوز التركي إزاء ما يحصل تحت أنظار الجيش التركي ونقاط المراقبة والمراكز العسكرية المنتشرة في هذه المحافظات الثلاث شمال غرب سوريا معطوفا على صمت روسي غريب بدوره تزداد المعطيات والتسريبات والتحليلات حول احتمال وجود صفقة ما وتناولت أيضا صحيفة الشرق الأوسط تأجيل القمة الاقتصادية العربية حيث قالت دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس إلى تأجيل القمة الاقتصادية العربية المزمع انعقادها في بيروت في العشرين من الشهر الحالي على ضوء عدم دعوة سوريا إليها كي لا تكون هذه القمة هزلة بحسب ما نقل عنه نواب اجتمعوا به أمس وهو لا يزال مجرد اقتراح لم يستتبع بأي اجراء رسمي لبناني حتى الآن بحسب ما قالت مصادر القصر الجمهوري للشرق الأوسط ونقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله في لقائه الأربعاء النيابي أمس قوله في غياب وجود حكومة ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح ولكي لا تكون هذه القمة هزلة نرى وجوب تأجيلها مؤكدا مجددا ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة وينطلق بري في اقتراحه من كون سوريا غير مدعوة للقمة العربية الاقتصادية في بيروت من غير أن تجزم المصادر ما إذا كان رئيس البرلمان فاتح القيادات اللبنانية وخصوصا رئيس الجمهورية العماد ميشيل العون أو رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أو السفراء العرب بالموضوع بعد وهو إجراء يفترض أن يسبق أي خطوة عملية تتمثل في توجيه طلب للجامعة العربية بتأجيل القمة الاقتصادية كون لبنان يستضيفها بينما الجامعة العربية هي الطرف المنظم والداعي لها وإلى الشأن العراقي عراقيا وتحت عنوان العراق استمرار الخلافات على اسماء مرشحي الوزارات الشغيرة تقول الحياة اللندنية لا تزال كتل البرلمان الاتحادي العراقي غير متفقة على اسماء المرشحين إلى الحقائب المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي بسبب الخلافات الكبيرة حول طرق وأليات طرح الأسماء فيما لم يتضمن جدول جلسة اليوم للبرلمان من فقرة للتصويت على وزراء كما كان مقررا وكان البرلمان العراقي أرجأ جلسته الاعتيادية الثلاثاء الماضي والتي كانت مقصصة للتصويت على مرشحي الوزارات الشغيرة إلى اليوم بعد أن أخفقت الكتل في تحقيق النصاب القانوني للجلسة وأكد النائب منصور البعيجي عن تحالف البناء في بيان أمس أن تأخير حسم الحقائب الوزارية أكثر سيعقد الوضع في البلد ويؤزم المشهد وأضاف يجب تقديم أسماء المرشحين خلال جلسة اليوم أمام البرلمان حتى يتم حسم هذا الأمر من خلال التصويت المباشر من يتم منحه الثقة يمضي ومن يرفضه مجلس النواب يجب استبداله بأسرع وقت وهذا هو الحل لجميع الكتل السياسية وعزى تأخير حسم مسألة الوزارات الأمنية هو بسبب تزمت الكتل السياسية بآرائها وكل كتلة لا تقدم أي تنازل للكتلة الأخرى الأمر الذي عقد المشهد السياسي وأدى إلى تأخير حسم الوزارات إلى الآن أما عن زيارة بومبيو للعراق قالت صحيفة الشرق الأوسط شدد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو خلال زيارة المفاجأة للعراق التقى خلالها أبرز القيادات أمس على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بلاده ببغداد فيما تبادل اتلافا رئيس الإزراء السابقين حيدر عبادي ونور المالكي الاتهامات بشأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانات متتابعة أن بومبيو شدد خلال اللقاء مع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في بغداد على دعم الولايات المتحدة الشراكة الثنائية الطويلة الأمد المدعومة باتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين وأكد ضرورة دعم المؤسسات الديمقراطية العراقية والتنمية الاقتصادية والاستقلال في مجال الطاقة مشيرا إلى التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهه ولفت إلى أهمية العراق كشريك استراتيجي في المنطقة إيرانيا قالت صحيفة الحياة اللندنية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بعدما اتهم طهران بالضلع في مخططات لاغتيال معارضي النظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية وتزامن إعلان قرار التكتل مع اتهام الحكومة الهولندية إيران بالوقوف وراء مقتل معارضين اثنين في عام 2015 و2017 وكتب رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسمونس وفي تغريدة أنه من المشجع جدا استخلاص أن الاتحاد الأوروبي توافق للتو على عقوبات جديدة ضد إيران أم أمل من أمس ردا على أنشطة معادية ومؤامرات مخططة لها ارتكبت في أوروبا بما في ذلك في الدنمارك وأضاف الاتحاد الأوروبي يبقى موحدا أعمال من هذا القبيل غير مقبولة وينبغي أن تكون لها عواقب وتشمل العقوبات تجميد أموال واصول مالية أخرى تابع لوزارات الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها وفق ما أفاد مسؤولهم لكن وزير الخارجي الإيراني محمد جواد ضريف اتهمت دول أوروبية بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين وقال عبر تويتر إن اتهام إيران لا يعفي أوروبا من مسؤولية استضافتها الإرهابيين وعن الرد الإيراني على العقوبات الأوروبية قالت صحيفة العرب الجديد نقلا عن وكالة الأنبال إيرانية إيرنا إن وزارة خارجية بلادها استدعت الأربعاء ستة دبلوماسيين أوروبيين احتجاجا على دعم بلادهم لعقوبات أوروبية ضد طهران ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر دبلوماسي لم تسمح أن رد الوزارة كان قاسيا ضد ستة دبلوماسيين بينهم سفراء أوروبيون وقائمون بالأعمال أيدوا قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد طهران وأضاف المصدر بما أن دعاءاتهم غير مقبولة ولجأوا الدبلوماسيون لأساليب غير لائقة فقد انتهى الاجتماع في الوزارة في أقل من عشر دقائق وفيما لم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية عن هوية الدبلوماسيين الذين تم استدعاؤهم أشارت إرنا إلى أن طهران ستتخذ قرارا هاما بهذا الخصوص وثلثاء أدرج الاتحاد الأوروبي إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرة الإيرانية إلى قائمته الخاصة بالإرهاب ويشمل القرار تجميد أصول وينفذ اعتبارا من الأربعاء والآن إلى الشأن العالمي عالميا وإلى تصويت بريكست حيث قالت صحيفة الشرق الأوسط أعلن حزب العمال البريطاني أن زعيمه جيرمي كوربين سيلقي اليوم الخميس خطابا يطالب بإجراء انتخابات عامة إذا خاسرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تصويتا في البرلمان على خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفض النواب الثلاثاء المقبل خطط ماي بعدما فشلت في إقناع الحزب الإيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومة الأقلية التي ترأسها ووفقا لنص الخطاب الذي سيلقيه كوربين في وكيفيلد بشمال إنجلترا ونشر حزب العمال الذي يتزعم المعارضة مقتطفات منه سيقول كوربين إذا لم تتمكن الحكومة من إقرار أكثر تشريعاتها أهمية فسيتعين حينها إجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة وترفض ماي حتى الآن التراجع عن اتفاقها الذي يشمل روابط تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج في 29 مارس أذار وآن إلى فقرة المقال يقول الكاتب سيف الشحي مع الانسحاب الأمريكي من سوريا تستعد تركيا لكي تملأ الفراغ التي ستخلفه الولايات المتحدة ولكن الأتراك أصحاب الماضي الموغل في الإبادات والتهجير لن يلتزموا بالخطط الحمراء الصادرة من ساكن البيت الأبيض نحن نستذكر تاريخهم العنصري البغيض نعود إلى مذبحة الأرمن وهي الإبادة الجماعية للشعب المسيحي من أصل أرمني على يد الأتراك سنة 1915 حيث كان هناك ما يقرب من مليون ونصف مليون أرمني يعيشون في السلطنة التركية وقضي على نحو مليون إنسان خلال هذه الكارثة فضلا عن قصة أهل المدينة المنورة المروعة مع جريمة سفر برلك وما حدث فيها من تهجير جماعي وقسري طبقته الدولة التركية في حق الآلاف من الرجال والنساء والأطفال لتخلف خلال خمسة أعوام مدينة منكوبة يسكنها ألفين من العسكر والأتراك وبضعة عشرات من النساء والأطفال إضافة إلى الجرائم التي ارتكبت في حق الإرث العربي بسرقة نفائس المخطوطات والآثار النبوية المقدسة لدى المسلمين ونقلها إلى تركيا أما جرائم الأتراك بحق الأكراد فهي قائمة وماثلة للعيان منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك حتى العهد الجديد المغلف في عباءة الإخوان المسلمين فالحلم التركي سيتوج في حال أصبحت تركيا دولة نووية وقد سعى الحزب الحاكم في تركيا بكل ما أوتي من قوة إلى شراء اليورانيوم من دول عديدة وازدهرت مساعيه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتتخذ تركيا من عضويتها في حلف الناتو غطاء للسعي نحو الهدف النووي وزاد من تشبثها بهذا الحلم تحالفها مع دولة خليجية توفر لها دعما ماليا غير مسبوق إن الطموح السياسي أمر مشروع وهدف لكل دولة ولكن من غير المقبول أن نرى نازية جديدة تخلق في شرق الأوسط الذي لم يتعافى بعد من داعش والقاعدة وأطمع إيران هل من المنطق أن تزود تركيا العائلات ذات الأصول التركية في مصراط الليبية والتي أصبح لديها ميليشيات مسلحة وتحالفات مع رهابيين بالسلاح والعتاد العسكري إن الوجود التركي في سوريا سيكون بمثابة صب الوقود على النار المشتعلة إذا لم يحكم بقواعد صارمة من قبل الولايات المتحدة وروسيا وكلنا أمل في أن يكون عام 2019 عاما تنتهي فيه نكبة سوريا وشعبها سفينة محملة بكواتم صوت وأسلحة أخرى ضبطت بميناء الخمس الليبي قبل ثلاثة أسابيع مقبلة من مياه إسطنبول يقول الكاتب مشار الزيدي تحولت القصة لدليل الملموس ضد الدور التركي الشرير بهذا البلد المنكوب لنتابع جرأة تركية عجيبة وصمت غربي أعجب وهو الذي جعل العميد المسماري طالب مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة بسرعة التحقيق بالأمر فنحن أمام تمويل وتسليح صريح لجماعات إرهابية تقتل وتنحر المئات بل الآلاف وليس فردا واحدا يحاضرون أردوغان بحس إنساني مرهب غير مقنع عنه وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع وزير الشؤون الخارجية المغربي قال بصراحة إن تركيا ومعها قطر تساهمان في خلق الحرب الأهلية الليبية وتغذية الإرهابيين هناك والمقصود بالمال والسلاح والإعلام هذا السلوك التركي المتهور يمكن فهمه من خلال تفحص الوهم الذي يتعنكب في عقل قادة تركيا الجديدة وهم العثمانية الجديدة ودلائل هذا الوهم كثيرة وخطيرة من ذلك الرغبة التركية العارمة للعودة العثمانية في بلاد البلقان من جديد كما جاء في تقرير صحيفة الغارديان البريطانية مشيرة لمثال محدد وهو بناء الجوامع والمساجد على الطراز المعماري العثماني بكوسوفو وعاصمتها التاريخية بريشتينا الذي مرت ست سنوات من دون أن تبدأ الأشغال في جامعها المركزي حيث توقف العمل بقرار من داخل تركيا بصفتها الدولة التي تمويل المشروع وتريد أن تفرض كلمتها رغم معارضة المسؤولين المحليين بسبب حساسيات السكان المسلمين لاحظ المسلمين من أهالي كوسوفو ضد الغزو التركي بطربوش عثمان لي هناك تيار تركي سياسي معلوم يسعى إلى حياء العثمانية في نسخة جديدة مثل رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أغلو الذي تنبأ بأن يتم تحقيق ذلك بحلول عام 2023 ويتم التذكير دوما بالجملة التي أطلقها أردوغان حين زار كوسوفو عام 2013 تركيا هي كوسوفو وكوسوفو هي تركيا هل تملك التركي الأردوغانية التي هي مقبلة على فترة اكتئاب اقتصادي وعلال أمنية داخلية وامتحانات استراتيجية عظمى في سوريا القدرة على ترف الحلم بعثمانية جديدة مهولة شاسعة واسعة العقل زينة يرى مراقبون كثيرون أن للسودانين عبقرية في تصميم مواسم ربيعهم التي تهدف إلى إطاحة أنظمة استبدادية يقول الكاتب جمال محمد إبراهيم بدأت بانقلابات عسكرية وانتهت بتغيان سافر اتصفها بقمع الحريات ومنع التنظيم والتجمعات السياسية وحق التعبير الحر لنتابع لا تهدف انتفاضة السودانيين هذه المرة إلى إطاحة الرئيس وتنتهي القصة كلا ثمت طبيعة جديدة يتمحور حولها ويتمترس وراءها النظام الحالي مفهوم الدولة العميقة هو الذي يفسر صعوبة تغيير النظام وإن كان انهياره وشيكا حتى بعد رحيل رئيسه بدأت تجليات هذا المفهوم الجديد لما يوصف بالدولة العميقة في تحليل تطورات الأوضاع والسؤال المقلق هنا هل في السودان دولة عميقة في تبادل إدارة البلاد بين الأحزاب السياسية والمؤسسة العسكرية شهد نظام الإنقاذ في السودان مغامرة جديدة أدخلها إليها عراب النظام الراحل حسن الترابي خطط لانقلاب عسكري مثل ما خطط لصياغة نمط من أنماط الدولة العميقة بشكل مختلف عن نظام الفريق إبراهيم عبود الذي انتهى عام 1964 أو عن نظام الجنرال نوميري في عام 1985 يلاحظ في تجربة النظام العسكري الشمولي القائم حاليا في السودان أن عرابه عمل منذ البداية على صنع دولة إسلاموية عميقة بخطط طموحة عمل النظام على تصفية القوات المسلحة من غير الموالنة وإبعاد مئات آلاف من موظفي الخدمة المدنية من أجهزة الدولة وإحلال الموالين للتنظيم الإسلامي في وظائفهم مع رفع شعارات بناء دولة المشروع الحضاري الإسلاموي وبما أن الدولة الموازية لا تزال تتمتع بوجود شبحي فإن المرجحة أن لا تتراقى قبضتها على مفاصل الدولة السودانية بيسر يبقى شعار إجبار رأس الدولة على التنحي الأقرب إلى الوقوع بضغوط من الشارع المنتفذ وأيضا بضغوط من عناصر منشقة عن تلك الدولة الخفية وفي حال نجاحها في إجبار الرئيس على التنحي فإن بعض تلك العناصر ستساوم على تسويات تضمن لها بعض الحقوق في البقاء قد يحتاج الكيان العميق الذي أنشأه النظام 30 عاما أشهرا طويلة أو سنوات لإزالة آثاره وربما يتطلب إعادة بناء دولة معافاة من ركام الدولة الإسلاموية العميقة وقتا أطول والآن إلى خبرنا المنوع احتفلت كولومبيا هذا الأسبوع بمهرجانها السنوي الأبيض والأسود الذي يستفي فكرته من مزيج من ثقافات الانديز والأمازون ومنطقة المحيط الهادي وارتدي خلاله المشاركون ملابس تجمع بين اللونين الأبيض والأسود وألوان أخرى لنشاهد احتفلت كولومبيا هذا الأسبوع بمهرجانها السنوي الأبيض والأسود الذي يستقي فكرته من مزيج من ثقافات الانديز والأمازون ومنطقة المحيط الهادي الاحتفال الذي استمر يومين أقيم بمدينة باستو بجنوب غرب البلاد وارتدى فيه المشاركون أزياء احتفالية ووضعوا على رؤوسهم العديد من أقنعة الحيوانات الضخمة وقدموا عروضا راقصة متنوعة وخلال هذا المهرجان يرتدي المشاركون ملابس تجمع بين اللونين الأبيض والأسود وألوان أخرى ترمز إلى الوحدة والمسواة وتحتفي بالتنوع العلقي والثقافي وقال أحد المشاركين ويدعى فرانكلين ميلو إن المهرجان يكرم الكولومبيين المنحدرين من أصول أفريقية والذين نقلوا عاداتهم وديانتهم وموسيقاهم إلى أمريكا الجنوبية والتي اختلطت مع العادات والثقافة الكولومبية وفي عام 2009 أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو مهرجان الأبيض والأسود في كولومبيا على قائمتها للتراث غير المادي الآن إلى فقرة الكريكاتير موسيقى 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 شكرا لطيب المتابعة ولللقاء موسيقى موسيقى